السلام عليكم تم مؤخرا إعادة انطلاق الأشغال بمشروع توسيع الميناء تعجنجن بولاية جيجل وهذا بعد توقف دام عدة سنوات المؤسف والمبكي هو أن نسبة التقدم الإشغال بهذا الميناء قاربت 95% وتوقفت لأسباب تبدو واهية والبعض الآخر يرجعها لأسباب قانونية تتعلق بعلاقات بين المتعاملين وكذلك الشركات التي كانت قايمة بالأشغال التوسيع وهي شركة كوريا الجنوبية شركة دايو الكورية التي كانت تقوم بالأشغال الأشغال هذه فيها أشغال توسيع بعض المرافع عن الميناء وكذلك التهيئة الخارجية عن الميناء وإيصالها بطريق السيار وطريق ستك الحديدية ويعني التهيئة القريبة جدا من الميناء إذا كل هذه الأشغال توقفت المهم أن الأشغال هذه عادت إلى العادة انتعاقت وإن شاء الله تتم الأشغال هذا يعني باش الميناء هذا وهو أكبر ميناء في الجزائر نعطيه له كل الفرص ونعطيه له يعني باش يخدم بالطاقة القسوى انتاعه ويخدم بالطاقة يعني الكاباسيتين نومينال الطاقة يعني اللي المفروض يخدم بها ويؤدي الدور انتاعه في يعني العجلة تحت تنمية منتاع المنطقة هذيك والحركة منتاع النقل السلع من وإلى الجزائر إذن ان شاء الله يكون في آخر ولذكر كذلك انه الميناء هذا اللي تثير شركة دوبي شركة ورد دي بي ورد دي بي هي شركة إماراتية ذات أسهم عالمية إذن وهي نفس الشركة التي تسير ميناء الجزائر العاصمة ميناء الحاويات إذن نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم اشتركوا في القناة